جملة قالها السيسي اليوم في خطابه يا جماعة يبطوع ربنا بقالكم خمسين سنة بتدعو والله انت بتظلموا الدعاء ده معاكم طبعا الجملة اخذت وخرجت فهل هذه الجملة اخطأ فيها ام لا هل هي تجرؤ منه على الدعاء هل هي اساءة للدعاء او لمن يدعون ام فيها شيء من الصواب ام فيها شيء من الخطأ هذا ما نبينه باذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اليوم في خطاب للسيسي آل الجملة لكن طبعا انا هجيبها الاول من السوشيال طلعت بصيغة معينة وسآتي بصوته ماذا قال فيها لنقيم الجملة يا جماعة يبطوع ربنا انتو مش بقالكم خمسين سنة بتدعو تصدقوا بالله انتو بتظلموا الدعاء طبعا الجملة استفزت الكثيرين من الناس ومن علق ومن تكلم وهذا تجرؤ وهذا كذا كالعادة كان باب الانصاف حتى لو كنت مع خصم الليك او عدو الليك لابد ان تكون منصفا اه اتيت بالفيديو ونسمع الجملة اه هو حد يزعل ناس من الكلمة دي يا بتاع يا جماعة يا بتاع ربنا انتو بجي تقعد بتتدعو كل بقى لكم خمسين سنة بتدعو تصدقوا بالله انتو بتظلموا الدعا والله العظيم بتظلموا الدعا دعا من غير عمل ربنا ما بيعملش كده تعمل وتقول يا رب يوم ربنا وفاقك لكن تدعي بس خلي اغفر الكتاب تقول السنة واعد صلي وصوم ودعي وهات التسعين لا يمكن هو ربنا ما قالش كده عشان كده تمام هذا هو الكلام ب جملة وتفصيلا الكلام اجمالا دينيا الحقيقة كانصاف لا توجد فيه اي شبهة خطأ دين قولا واحدا الحديث يتكلم عن دعاء بدون عمل لا يصلح دعنا من جملة يا جماعة يبطوعة ربعة تبعلكم خمسين سنة يعني دعها على جانب يعني انما احنا بنتكلم على الحديث عن انه يتحدث عن دعاء بلا عمل لا ينفع وعمل بلا دعاء ايضا لا ينفع الحقيقة لا اجد فيها اي يعني خطأا دينيا ابدا لا اجد فيها ابدا الحقيقة دينيا ونفسي بقوله كل علماء الاسلام الفاقهين الفاهمين المنصفين طيب من اين اتى الالتباس عند الناس اني ربطها يا جماعة اللي بتدعو بقى لكم خمسين سنة والله ربما يقصب بذلك الاخوان لا الاخوان بيدعو بلهم تمانين سنة ودخلين على مئة سنة فيبقى خلاص هل مقصب بها الاخوان ام لا لا نعلم هل مقصب بها الاخوان اذا توكلوا فليكن اذا قصب بها الاخوان او غيرهم لا مانع ان احنا ننتقد الاخوان اذا اكتفوا بالدعاء دون العمل او دون التخطيط الاخوان ليسوا معصومين ولا الصوفية الذين يدعون بلا عمل ليسوا معصومين فالمجمل الكلام لا ارى فيه اي خطأ شرعي اطلاقا الحقيقة يعني طبعا بغض النظر عن رأي الشرع في قضايا تانية وجرائم اخرى واخطأ وفساد وقتل قصة اخرى ليس معنى اننا نختلف مع انسان ونرفض ظلمه واستبداده ان كل ما سيخرج منه اذا تعلق بالدين سيكون موضع رفض هذا ليس صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المبدأ الحديث في صحيح البخاري ان سيدنا ابو فريرة وكان يأتيه الشيطان في صورة فقير فيعطيه منه الزكاة وليس محترف فان ما فعل فقيره فيقول اعطت في اليوم الثالث نبي صلى الله عليه وسلم قال له انه الشيطان فنصحاه الشيطان بقيام الليل قال له صلى الله عليه وسلم صداقاك وهو كذوب ليس شرطا ان المعلومة الصحيحة اذا خرجت من خص ترفض او الفتوى الدينية اذا خرجت ترفض لابد ان احنا نميز بين خلافنا مع ظلم الانسان او فساد الانسان او عالم طبع السلطة وبين هل هو يقول الحق في هذه الفتوى ام لا كثيرا ما تعرضت الحديث عن دكتور علي جمعة دكتور شاوي علام دكتور فلان مشايخ للسلطة نعم نحن نختلف معهم في هذه القضية ونرفض اراءهم في هذه المسألة لكن حينما يتحدث في قضايا اخرى دينية لا نجد فيها لا نملك ان نقول نعم صحيح فتوى صحيحة ما هو الانسان ليس على مدار عمره وليس على مدار حياته ويبطع سلطة وليس على مدار عمره في كل قضية يقول باطل هذا غير صحيح وده اللي قاله الامام ابن تيمين رحمه الله فاني مش كل الرواء اللي تقال عنه منهما عدود صدقين صدقين طوال عمره هو ربما كذب كذبة لكن حكم عليه بالمجمل كما ان الكاذب ليس طوال عمره كاذبا وارد يرد منه الصدق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صدقك وهو كذوب انتهينا من المسألة الدينية نعم هو في هذه الكلام كلامه صحيح مئة في المئة طيب هو السؤال بما انه حاكم الذين يكتفون بالدعاء ولا يعملون هل انت تعمل مع الدعاء ولا بتكتفي بالدعاء تعال انت ضد خطط الموازنة والتخطيط ولو خدت بارائكه ده والدراسات الجدوى ولا كنت عملت ده كله معنا انك انت ضد التخطيط والعمل في كورونا لاجأ للدعاء والدعاء تسجل وكل القنوات كانت بتزيعوا وكأنه الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله وعند العمل لأينا وجدنا المستشفيات تعاني من ازمات في الاكسوجين والوفيات والمدارس هل انت تكتفي فقط بالكلام دعم تكتفي لا تخطيط ولا عمل فهو اكثر مدان بنفس الكلام بنفس المطق ودينيا قال كلما صحيحا انما اذا حاكم الذين يكتفون بالدعاء فهو ايضا محاكم به ومدان اكثر من الناس لان الناس الاخرى ليست عندها كل هذه الملكات وليست عندها كل المقدرات التي فشل في ادارتها اذا الشاهد اني لابد نحن نفر بين ما قاله دينيا وكلام صحيح مئة في المئة وبين هو مقصوب بيغمز ناس يعني الجملة ملتبسة حتى لو قصد ما عندناش ازمة في انتقاد الاشخاص وهو ايضا ينتقد بها لانه لم يأخذ باسباب انما كان يكتفي فقط بالدغداغة العواطف والكلام الوعظي ولم يكن هناك اي اعداد ولا اي تخطيط ورأينا الملفات التعليمية والملفات الاقتصادية والانهيار الجنيه والاقتصاد الناس وشكوى الناس من الكساد ومن الاسف التضخم الموجود في البلد كل هذا سببه لا يعني لا تخطيط ولا دعاء بالمناسبة لا دا موجود ولا دا موجود فقط انا اردت ان احنا اتناول لان الناس بدأت تعلق تعليقات خرجت بالكلام عن موضعه الصحيح كلفظ فاردت فقط ان نكون منصفين نسأل الله ان يرزقنا الانصاف وان يرزقنا الدعاء مع العمل والتخطيط مع التوكل على الله عز وجل اللهم امين اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة